اشتركوا في القناة ومن بين العناصر الرئيسية المقبوضة عليهم المدعو غلام رضا علي محمد تسعة وستون عاما رئيس الشبكة محكوم سابق في قضية تهريب مخدرات عن طريق البحر ويستخدم املاكه في عملية تبيض الاموال المتحصل عليها من المخدرات المدعو احمد موسى احمد موسى 48 عاما القائم الرئيسي على عملية الترويج حيث يستلم كميات كبيرة ويقوم بتوزيعها مقابل مبالغ مالية المدعو علي مرزا اسد محمد 57 عاما يقوم بترويج المخدرات لحساب رئيس الشبكة مقابل مبالغ مالية المدعو جاس محمد احمد 44 عاما يقوم بترويج المخدرات لحساب رئيس الشبكة مقابل مبالغ مالية المدعو صالح احمد عبدالله 82 عاما ليقوم عبر طرق مجهولة بتحويل الاموال المتحصل عليها من ترويج المخدرات الى الشخص الايراني كما يتم ارسال الاموال عبر مسافرين الى ايران وقد ضبط بحوزة المقبوض عليهم كميات متفاوتة من المخدرات تنوعت ما بين الحشيش والماريجوانا والشبو كما تم ضبط مبالغ مالية بعملات متنوعة من بينها الدنار البحريني والتومان الايراني والريال السعودي وقد باشرت الادارة العامة للمباحث والادلة الجنائية باتخاذ الاجراءات القانونية المقررة واحالة المقبوض عليهم الى النيابة العامة حفظ الله البحرين من كل شر وسوء